مستمرين مع حضراتكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة بانطلاق ماراثن انتخابات مجلس النواب في الداخل مع فتح اللجان صباحا اليوم من الساعة التاسعة صباحا واستمرار التصويت حتى الساعة التاسعة مساء ويبلغ من لهم حق التصويت في هذه الانتخابات نحو 63 مليون ناخب في المرحلتين الأولى والثانية تجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة داخل 10 ألاف ومائة واربعين لجنة فرعية حيث تستقبل ما يقرب من 33 مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة ومخصص لها 284 مقعد بينهم 142 بالنظام الفردي و142 بالنظام القائمة نرحب ضيفنا في ستوديو أكسترا نيوز سيد عبد الرازق توفيق الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الجمهورية أهلا بك يا فندر أهلا بك أستاذ أهلا بمشاهدينك الكرام شكرا لك يعني خليني في البداية أبدأ مع حضرتك بشكل عام شايف زي الانتخابات منذ صباح اليوم والله على أرض الواقع أن الناس بالفعل وضح مساحة الوعي الكبيرة مدركة الأهمية يعني أني بتكون في مؤسسات دولة حقيقية بقيمة وقدر مجلس النواب في اعتقادي أن الدولة المصرية أو دولة 30 يونيو وفرت كل حاجة بداية من أعلى معايير النزاهة والشافافية وبشوفها من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ودي هيئة مستقلة لا تتبع أحد لا سلطان عليها إلا سلطان القانون بشوف أيضا فكرة أن الشراف القضاء الكامل على الانتخابات أيضا في هذا الجو اللي هي جائحة كورونا والتحدي الكبير جدا اللي بيشهده العالم لكن مصر الحمد لله عندها القدرة والقدرة على التحدي أنها تجري انتخابات بنزاهة وبشفافية وبتمكن من خلال تضافر كامل لجميع وزارات وأجهزة الدولة وشفنا حجم الأمن والأمان اللي بيعيشه المواطن منذ نزوله من البيت حتى اللي جاء للجيش والشرطة يمكن قبل ما نغفر هذه النقطة يعني البعض بيقول إن مصر بتتحدى نفسها يعني حتى وسائل الإعلام الدولية في عدد من الانتخابات المصرية بتفضل تقول إنه زي مصر مع وجود يعني جائحة كورونا بتمضي قدم وصاق في الفعاليات وأيضا في عمليات الانتخاب خلينا نقول إنه في دول كتيرة أجلت لاستحقاقات الانتخابية وبدون يعني إن احنا نتطرق وذكر أسماء لكن هناك من الواضح هناك إعجاب أو حالة من الإشادة على المستوى الدولي يعني مجلس الشيوخ على سبيل المثال الحمد لله خرج بكل أمان وكل نجاح من خلال أيضا وعي المواطن بيساهم بدور مهم جدا الحرص على الإجراءات الاحترازية الدولة أو الهيئة الوطنية موفرة للهيئة الانتخابات موفرة كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تطهير وتعقيم اللجان يوميا أيضا لا دخول للجنة الانتخابات بدون كمامة وتوفير الكمامة في حالة إذا لم تتواجد مع المواطن أعتقد كل اللوجستيات والإدريات موجودة كل أيضا محاولة توعية المواطن على مستوى الإعلام موجودة بقيمة وهو أعتقد على مدار الست سنوات الماضية المواطن أدرك أهمية الاستحقاقات الانتخابية ورغم أن الإقبال ربما يكون مش بنفس زخم من الست سنوات لكن هناك معطيات وأمور وتحديات أخرى على أرض الواقع منها يمكن تحدي كورونا الموجود لكن المواطن ينزل ويصر وتكون لديه الإرادة أن يروح في ظل هذه الجاحة أعتقد أن هذا شيء يستحق عليه التحية للمواطن الوصول بس يا فندم لو كنا منتكلم عن نزول المواطنين للانتخاب يعني سمح لي في السؤال هل من ست سنوات أو من سبع سنوات كنا منشوف هذه الطوابير أمام لجان الانتخاب؟ لا يعني أنا الفكرة أن المواطن زي ما قلت لحدك أدرك بالفعل قيمة الاستحقات الانتخابية أنا أصده أني على مدار يمكن كنا بنشوف حجم اللجان أقل ابتدت يعني حدثك بتتكلمي عن 10.240 لجنة على مستوى مصر في بعض 10 محافظة مصر فده بيدي الدولة بتستهدف أيضا أن نتوفر كل سبل الراحة للمواطن أيضا حرصا على التباعد الاجتماعي فلكن إصرار وراءة المواطن أن ينزل ده شيء محترم جدا وأعتقد أن الزخم المصريين ووعيهم بل بالعكس في حالة تزايد وتواهج المواطن بيدرك التحديات الموجودة في الداخل التحديات الموجودة أو بتواجه مصر في الخارج على كافة الاتجاهات الاستراتيجية زي ما كنا بنتكلم دلوقتي مع حضرتك أن المواطن وعي وسياسي أصبح يفوق بكثير كنا زمان منشغلين في الرياضة فنسبة المشاهدات ونسبة الاهتمام بقت على المجال السياسي أعلى بكثير من المجال الرياضي والمجال الفني ده كسرة التحديات اللي بتواجهها مصر كسرة الاشتباكات والقضايا والملفات وأعتقد أستغل الفترة اللي أنا موجود مع حضرتك فيها ووجه التحية للإعلام المصري للإعلام الوطني اللي نجح أنه يحفظ لمصر أمنها واستقرارها في مواجهة حروب غير نمطية حروب غير تقليدية في ظل هذه الأبواق والمنصات التي تطلق دائما الأكاذيب والتشكيك والتحريض ومحاولة الوقيعة بين الشعب لكن صخرة الوعي المصري كانت أكبر بكثير جدا من هذه الأكاذيب المواطن أصبح على دراية بحقيقة هؤلاء الكاذبين بحقيقة الدويلات والدول التي تنفق مليارات الدولارات على هذه الأبواق كل ذلك ذهب أدراج الرياح دون أن يؤثر في وعي المواطن المصري والمواطن المصري أدرك أن الدولة بالفعل بتتغير الدولة بتتقدم الدولة بتتقدم للأفضل أيضا بتوفر لي الحياة الكريمة هناك الكثير من الأزمات والمشاكل اللي نجحت الدولة أنها تنهيها تماما زي ملف العشوائيات ملف فيروسي كنا بنعيش في العقود الماضية طوابير البنزين والسولار والبتجاز كنا في انقطاع دائم للكهرباء كل هذه الأزمات المزمنة اللي كنا بنعتقد أنها مزمنة لم تصبح موجودة الآن المواطن المصري بالفعل لديها وعي عندما يسير على طريق يرابعي بأم رأسه المشروعات القومية التعافي الاقتصادي اللي حصل لمصر وكنا قبل كورونا على مشارف 46 مليار معدل النمو التسقيف السياسي والاقتصادي لدى المواطن المصري حتى البسيط أصبح أنه هو مسألة كبيرة جدا وأعتقد أن الإعلام المصري يستحق التحية ويستحق الشكر والتقدير والسناء والدعم أيضا لنجاحه في تشكيل وعي المصريين في مواجهة أقصى وأشرص الحملات الإعلامية ما بنشوفش يمكن أكثر من 20 قناة تلفزيونية فضائية بتضخ سمومها وأكاذبها على مدار الساعة يمكن ما يقترب من 500 موقع إلكتروني عشرات الآلاف من الخلايا الإلكترونية الموجودة على السوشيال ميديا كلها بتحاول النهش في عقل المواطن المصري الحروب الآن أستاذ إيناس لم تصبح الهدف منها احتلال الأرض ولكن احتلال العقول احتلال العقول يوفر الكثير جدا على قوى الشر من خلال إنفاق أو ميزانيات على السلاح أو الخسائر في الأرواح لكن أعتقد أن مصر نموذج يحتزى به نموذج فريد للغاية مصر نجيت الحمد لله وعبرت بوعي شعبها وشرفاء هذا الوطن وعلى سبيل المثال دون ذكر هناك دول تتمنى هذه اللحظات التي يعيشها المصري يمكن أنا حتكلم مع حضرتك في هذه النقاط بشكل أكثر تفصيلا ولكن خليني كنت أتكلم مع حضرتك بالعامية يمكن زمان لما كان بيقولوا في انتخابات يجي المواطن يقول لك يا عم وأنا مالي صحيح أو هما حيعملوا لي إيه يعني صحيح أو هما اللي عايزين وهم اللي حيعملوا وأنا ماليش دور صحيح وجود المواطن المصري النهاردة خليني أتكلم في جزئي دي بالنحية تانية مش بس إن بقى فيه وعي للمواطن لا كمان إن المواطن المصري بقى واثق في الدولة المصرية ومتأكد مليون في المية إن صوته رايح في المكان المناسب صحيح أو إن طلبه حيجاب خلينا اتكلم مع حضرتك في النقطة دي يا فن أنا بقول لحدك حاجة العقيدة اللي وصلت للدولة المصرية إن المواطن يعني دايما بتحفزه ودايما بتوعيه يعني صوتك أمانة صوتك مسئوليتنا صوتك هيروح في المكان الصحيح تختار من تشاء يعني شايف إن فلان الأفضل هو من يمثلك كل الاحترام والتقدير خلينا أقول لحدك زمان كنا بنسمع عن البطاقة الضوارة والورقة الضوارة أعتقد إن اللجنة أصبحت مكان مقدس البطل فيه هو إرادة المواطن لا أحد يقترب من المساس في ظل الإعلام الدولي والمحلي في ظل بنظمات اللي بتتابع الانتخابات في ظل عمليات الفرز اللي بتتم قدام الإعلام وقدام المندوبين وأدام الوكلاء أعتقد هذه الإشادات من كافة المتابعين على المستوى الدولي والمستوى المحلي للانتخابات المصرية والاستحقاقات الانتخابية المصرية خلينا أقول على مدار الست سنوات يعني غاية في النزاهة وغاية في الشفافية الفرص متساوية أمام الجميع مصر تعامل أبنائها كأسنان المشط على مسافة متساوية من الجميع الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت هذا المعنى ممنوع يعني عايز أقول لحضرتك أن صوتك أيًا كان منه واختيارك المهم أنك تنزل وتشارك وده في النهاية واجب وطني وده في النهاية في مصلحة الوطن وبيقدم مصر الجديدة للعالم أن الدولة بالفعل بتحترم وبتوفر وبتحشد كل قواها وكل إمكانياتها عشان توفر الملاخ الآمن والمناسب والديمقراطي للمواطن أنه هو يفعل إرادته ويقول كلبته واختار ما تشاء في النهاية كلنا مصريين بنعمل لصالح مصر الهدف أن نبني مصر الحديثة الكادة السياسية تواصل الليل بالنهار وأعتقد نموذج وقضوة لنا الكادة السياسية اللي بتحرص على أعلى معايير ودرجات النزاهة والشفافية والمصرحة والمكشفة منذ اللحظة الأولى لبداية المسئولية الوطنية لسيادة الرئيس يعني فكرة لا نجمل لا نبع الوهم للمصريين خلينا أتكلم مع حدك في نقطة مختلفة يمكن الدولة المصرية حدك اختفت مع عالم أن نحن ندش المشروع أو نضع حجر الأساس بدنا بنفتتح مش مشروع واحد ولكن ربما في مناسبة واحدة أو في توقيت واحد عشرات المشروعات وفي توقيتات متقاربة والحقيقة كمان بقى فيه مشاريع بتتفتح بعض المواطنين بيتفاجئوا بيها فخلينا أقول لحدك غير الإعلام ما فيش أكتر من الواقع واحد ما فيش أنا لما أكون مواطن أشوف الدنيا أنا نسبة الأمن والاستقرار المصر لما أنزل أتحرك في بلدي براحتي لما أشوف أن كل الأزمات بتنتهي كل المظاهر القبح اللي كانت موجودة المواطن على مسافة متساوية ما فيش أي فكرة أن حد مميز عن حد أو حد ما فيش وساطة ما فيش محسوبيات أحسب أن أنا وأنت لا نستطيع وأي مسؤول في البلد أنه هو يقدر يخترق سلطة القانون وسياج الدزاهة والشفافية والمساواة بين المصريين كل المظاهر السلبية اللي كانت بتزعج المواطن المصري وبكان بيعانى منها أعتقد اختفت تماما وأعتقد أنه هو الكورة في ملعب المواطن دلوقتي أنه هو اللي يفعل إرادته الدولة بتوفر كل المناخ بتحترم إرادة المواطن أيضا الدولة على مسافة متساوية من الجميع ففي النهاية أنت لازم تبادر وتكون إيجابي لأن صوتك بالفعل هو واجب ومسؤولية وطنية وعليك دي إحدى مظاهر الدول المتقدمة وأعتقد أن مصر الحمد لله بتجري انتخابات وعندها كل المقاومات الدولة القوية والقادرة أنها توفر لمواطنيها كل سبل الحياة الكريمة بما فيها تفعيل الإرادة غير كده يعني سيدة عبد الرزق لو سمحت لي هو المواطن لازم ينزل أن هو ينتخب عشان بعد كده ما يجيش يلوم ربما الدولة على أي من القرارات مجلس النواب هو صوت المواطن المصري هو اللي بيعبر عنه في الأول وفي الآخر لما المواطن النهاردة بيروح يدلي بصوته هو بيقول أنا عايز مين يعبر عني أو عايز مين يوصل صوتي للقيادة السياسية صحيح يعني أعتقد دمه ممثلين الشعب يعني بس فكرة المواطن المصري برضو وصل عنده ثقافة أن مواطن الخدمات لكن مواطن الدولة رجل الدولة اللي بيدور على المجموع بيدور على المصلحة العامة سواء للمواطنين أو المصلحة العليا للوطن يعني دايما فكرة لا تسب الظاهر يعني فكرة الدنيا دلوقتي كلها في صلحك الدنيا كلها بتخدم على إرادتك يجب أن تتريس يجب أن تختار بدقة وبعناية من يمثلك في هذا التوقيت بالغ الدقة والحساسية مصر زي ما احنا قلنا بتواجه العديد بالتحديات على مستوى الداحل والخارج لابد أن تختار الشخص المناسب اللي هو منوط بتحقيق أو ترجمة هذه التحديات والمواجهات والسبل إلى واقع بالفعل من خلال التشريعات المناسبة اللي بتخدم الوطن والمواطن لا يعني أنا شايف أن المواطن زي بالفعل ليس له حجة وليس لديه زريعة أن يتحجج كل شيء يتم بنقاء وشفافه طيب ده بالنسبة للمواطن سيد عبد الرزق خليه بقى نتكلم عن المنافسة داخل الانتخابات أو المنافسة على انتخابات مجلس النواة التحديدة أنا شايفها إزاي؟ بصي أنا عشت في الريف زمان من أحد القرصة كنت شفت مساحة كبيرة من التلاثن والتراشق والاشتباكات يعني خلينا أقول فيه إنعكاس للوعي فهناك احترام متبادل بين المرشحين كل يعمل في الإطار اللي بيحقق مصلحته وأهدافه كله بيلتزم التزام بقرارات وتوجهات الهيئة الوطنية للانتخابات اللي هي بالفعل بتنفذ أو بتلتزم بكل تفاصيل القانون كل المظاهر يعني عايز أقول المواطن قدامه فرصة أن يستطيع أن يفرز يختار أيضا المرشح أدرك أن المواطن ليس على المستوى الزهني يتمتع بزكاء خارق يعرف تماما من الغس من السمين من المناسب وغير المناسب من القادم من أجل أهداف شخصية ومن القادم لخدمة وطن في توفيد بالغ الدفاق الريف ليه طبيعة خاصة سيد عبد الرازق يعني يمكن أهلي الريف من أكتر الناس اللي بيهتموا جدا بانتخابات مجلس النواب على عكس يمكن ما معروف عنه يعني أنا قلت لحضرتك يمكن أبلغ زروة المنافسة اللي هي في القرى والعائلات والكان زمانت صراعات وتشرحنات ربما تصل لمستويات خطير لكن أنا بقول لحضرتك من خلال الواقع الآن لا العقلية تغيرت تماما آه فيه بظل أن العائلة مثلا بتعتزن يكون لها عضو في مجلس النواب لكن في الإطار العام والمناخ العام هناك احترام متبادل هناك منافسة مشروعة هناك سباق على إقناع المواطن لكن كل ده بيتم في أجواء هادئة وأجواء إنسانية واحترام متبادل من الجميع هي دولة 30 يونيو بهذا الشكل وبهذا المضمون لكن حدك ما سمعناش إن حد أطلق نيران أو رصاص أو حد كان زمان بيحصل كده لكن المواطن دلوقتي أدرك إن الفيصل هو الصندوق الفيصل في التحقيق أو مكسب المرشح هو مدى الإقبال ومدى وعي الناس اللي بتختار ما تقدرش تخدع المواطن المصري وكل العالم كله ما قدرش يخدعه فلاستحيل إن يقدر يستعي يخدعه شخص أو مجموعة من الأشخاص وإحنا لسه بتتكلم أن صخرة الوعي عند المصريين صلبة للغاية فأعتقد المواطن المصري دايه من الزكاء أن يستطيع أن يفرز وبتعامل باحترام وبتعامل بتقدير للجميع هناك إطار الدولة المصرية وده أعود وارجع إزاي إحنا قدرنا نرجع هيبة الدولة المصرية وده هيبة الدولة المصرية دي شيء مهم جداً كنا بنشوف ممارسات قبل 2000 بعد 2011 زي كانونا بنعيش مثلاً سمحين في اللفظ بلده بوكيفه كل واحد بيفعله ويمكن شوفنا مظاهر التعدي على الأراضي ومخالفات البناء وتجاوز وغيره 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 حقيقة يعني زي ما بيقول الباطل في 2011 لكن أعطاق دلوقتي كله ابتدت المواطن بيتنفس هيبة الدولة بيعرف أن دولة فيها قانون يفكر ألف ومليون مرة قبل الإقدام على أي مخالف طيب بالنسبة بقى لانتخابات مجلس النواب أو التمكين داخل مجلس النواب سيدة عبد الرزق طبعاً فيه تمكين 20 أو 25 للشباب 25 تقريباً للمرأة كل الأطياف والفئات موجودين في مجلس النواب شايف إزاي يعني هذا التجمع أو التوليف بكل أبانة وخليني أتفحص صور الدعايات اللي موجودة بلاقي كم كبير جداً غير مصبوك خلينا أقول لحدك بكل موضعية من الوجوه الشابة من الوجود خلينا أقول لك تجربة زي تنسقية شباب الأحزاب الحقيقة دي كانت طفرة وأنا أقف إعجاباً لأن هؤلاء يعني مفيش التقاء كان حزبي أو فكري أو فيه اختلافات لكن هذه الاختلافات بتنصهر لمصلحة وجهة نظر واحدة أو قرار واحد في مصلحة الوطن فأنا التجربة دي بصراحة ويريد كلنا نشتغل بهذا الحسن نختلف لا نختلف على الوطن ولكن نختلف من أجل الوطن هي المعارضة عارض ولكن في إطار الاحترام المتبادل في إطار الحفظ على محددات الأمن القوم المصري ومصلحة الدولة الموطنية والفكرة كمان يعني من إمتى أصلاً كان فيه يعني أحزاب معارضة بيتم السماع لها في الداخل المصري لكن فكرة أن هم دلوقتي يكونوا موجودين في حزب بيتم تمكينهم أيضاً في المناصب السياسية وده أحزاب معارضة وشديدة المعارضة موجودة في القيبة الوطنية وموجودين في مجلس النواب زي حاجة طبعاً يطفرة في الحياة السياسية في داخل المصري كلام حديك صحيح وأرى بالفعل أن نسبة الشباب وعشان كده أنت حديك بقولتي في البتاع الشباب مقبل على التوافد على اللجان الانتخابية لأنه هو بيستشعر أن هناك من يمثله الكيادة السياسية والرئيس عفتاح السيسي يمكن من أهم وأبرز أوليواته هو التواصل مع الشباب وشفنا مؤتمرات الوطنية للشباب أو مؤتمر شباب العالم دايماً سيادة الرئيس بيحول اقتراحات ومبادرات الشباب إلى قرارات على أرض الواقع يتواصل معهم يستمع إليهم بقلب بفتوح ما فشفناش في أي عهد سابق اسأل الرئيس المواجهة المباشرة ما بين الكيادة السياسية البرلمان ده أعتقد حتى ربما مختلف عن الماضي ده من خلال التجارب اللي بنحصل عليها وأعتقد أن المرأة والشباب دول أعتقد أبطال برلمان القادم اللي احنا بصدد الانتخاب عنه ودي الشباب يعني بيمثل من 60 إلى 65% من المصريين وإدراق القيادة السياسية بأهمية المشاركة الشباب ومشاركة المرأة ودورها الحيوي والمحوري في المجتمع المصري وبناء الدولة المصرية أعتقد ده شيء يقدر ويحسب لدولة المرأة شايد زي تمكين المرأة تحديداً سيد عبد الرازق سواء في الحياة السياسية سابقاً والآن في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ وأيضاً يعني زي ما حيك عارف تقريباً عندنا سبع وزيرات صحية يعني أنا عايز أقول لحدك برضو بكل أمانة وموضعية وكل هذه القيمة والقدر والاحترام في أي عهد من العهود حدث بتكلمت قلت سبع وزيرات عندنا محافظة ونواب محافظين عندنا شباب بيتبوأوا مسئوليات في الوزرات والمؤسسات اللي موجودين في مجلس الشيوخ موجودين في مجلس النواب أعتقد هذا الاحترام للمرأة ومكانة المرأة هي أم الشهيد وهي أخت الشهيد وهي اللي بتبني وتحملت تدعيات الإصلاح الاقتصادي بطيب خاطر وحب ووطنية هي اللي بتربي أجيال هي الشريك الأساسي حتى للزوج هي اللي بتتحمل هي اللي رفضت وخرجت وأشهرت سفها في وجه كل من يحاول أن يخون ويغضر بالوطن مثل جماعة الإخوان الإرهابية والحيام دائماً تتأذير لها من سلطة الرئيس دور حظيم جداً للمرأة هي بالفعل شريكة هذا الرجل وهي شريكة وفاعلة في بناء هذا الوطن طيب خلينا روح مع حضرتك لنقطة تانية يمكن هيك كنت بتتكلم فيها وأنا قطعتك في بداية الحديث ما يتعلق بالإعلام المعاذي أو الجماعات الإرهابية أي استحقاق دستوري أي تطور أي عملية انتخابية أي حاجة كويسة بتحصل في الداخل المصري دايماً بيكون في عملية تشويش عليها من الإعلام المعاذي متوقعين منه إنها أكيد حاجة هو بدأ بالفعل لكن أنا عايز أقول لها بص حضرتك خلينا نتفق أي خير لمصر وأي إجاز وأي مشروع هو محل استهداف كل المنصات وكل أبواق الككازين خلينا أقول كلمة ده نمنا بقولها ليس بعد الخيانة زنب يعني ما إحنا أدركنا أنت بتتآمر على بلدك وبتتحالف وبتضع أيديك في إيد أعدائها وبتكذب وبتحرض على قتل أبنائها أعتقد أن كل هذه الأمور تكشفت لدى المواطن المصري سيخرج علينا هؤلاء الأرجوزات الملوسين بأقويل ومزاعم وأكذيب وتشكيك في العملية الانتخابية هذه العملية الانتخابية على الشاشات هي وفي حوزة وسائل الإعلام المحلية وسائل الإعلام الدولية في حوزة المنظبات المتابعة لسير العملية الانتخابية في هيئة وطنية الانتخابات في إرادة يعني كل هذا المنظر الحضاري أعتقد أنه كفيل يحطم ويضحط كل أكذيب الجماعة الهرابية مصر كتاب شفاف كتاب مفتوح أمام العالم ليس لديها شيئا تخفي ولكن الشيء والرهان الحقيقي اللي هو على واعي المصريين والإعلام الوطني المصري اللي هو بالفعل ساهم برفع ترمومتر الوعي المصري إلى هذه الحالة المتوهجة وبالتالي أعتقد أن المواطن المصري أصبح لا يعبأ ربما يتابع من أجل قضاء وقت من الفكهات والضحك على هؤلاء الملوسين لكن في النهاية أعتقد أنهم مش هيقدروا ولو عندهم خجر يعني فكرة لم تستحف ففعل ما شئت كل هذه المليارات فشلت وأعتقد أن على قطر أن تلقي بهم في سلات القمامة وكل هؤلاء ليس لديهم أي منطق أو أي حديث آخر أنهم يتكلموا فيه مع المصريين لأن المصري أعتقد أسكى بكثير وشفنا كل دعوات الهدم ودعوات التدمير وزي ما قال سيا ترائس ليست دعوات للتغيير ولكن دعوات للتدمير هي دلوقتي زي يمكن ما حداك قلت أنا يعني منذ قليل أنه دلوقتي ما بقاش حد ينفع يضحك على المواطن المصري كل بقى يكلم في السياسة من الصغير لكبير أنا عايز أقول لحضرش يا ستاة ناس فيه بستويات من أهلين البسطاء والله يعني بيتكلموا بشكل فيه عمقه فيه مضمون وفيه كشف للحقائق لما ييجوا أقول لك ما هم مصر عايزين يدمروها دايما هم مصر يعني مواطن بسيط جدا مدرك اللي بيدوره مدرك المؤامرة اللي بتحاكي لمصر فما أعتقدش أنه يخيل أو ينطلي على المواطن المصري من جديد أي محاولات للتغييب أو التزييف ولكن مدرك للتحديات اللي بتواجه بلده وكل الأكاذيب والمؤامرات اللي بتستهدف صحيح طيب خليني أرجع مرة تانية يعني حتى لا نعكر صفو الانتخابات هذا المنظر يعني المبهج والمشرف اللي شايفينه على شاشات التلفزيون خليني أتكلم مع حضرتك زي ما تكلمنا عن المواطن وتكلمنا عن الجوانب الأخرى بتتعلق من المواطن نتكلم عن مؤسسات الدولة احنا شايفين طبعا على التلفزيون ويمكن قلت قبل ما حضرتك تدخل معنا في الستوديو أن الكل متكاتف وزارة الصحة الداخلية القوات المسلحة الهيئة الوطنية التنسيئية الكل موجود النهاردة وسائل الإعلام أيضا لتخرج هذه الانتخابات بهذا الشكل شايف إزاي تكاتف مؤسسات الدولة سيد عبد الرازم يعني خلي أتكلم في العموم النهاردة كل تحدي بيواجه في مصر ما أصبحش نظام الجزر المنعزلة يعني شفنا مشكلة الكورونا مشكلة السيول اللي حصلت الدولة بتعزف بشكل جماعي وليس بشكل منفرد أعتقد أني وجود المؤسسة العسكرية الوطنية العظيمة وجود مؤسسة الشرطة وجود وزارة الصحة وجود كل الأجهزة مسعف وعربية إسعاف في كل لجنة هو الجديد بالذكر أيضا أن فيه قوافل طبية للكشف عن الأمراض المزمنة الحملة طبعا ويسنستغل ده فعلا في هذه التجمعات فأنا عايز أقول للدولة المصرية بتدار بأسلوب الفرق الشاملة ومنظومة عمل وفريق العمل وروح الفريق الوحدة وأعتقد كل النتائج وتقديرات الموقف اللي بيتم عليها ودراسة الأمر من كل نواحية وكل جانبه ده دايما بيتمخض عنه الحمد لله نتائج إيجابية بيتمخض عنه نجاح كبير جدا وفي كل الأزمات ويمكن وقت حضرتك ما تسعش ممكن ندي أمثلة لكن كل الأزمات لهذا الفكر الشامل والعام اللي بيتم بيه إدارة الأزمات المصرية أعتقد بيحقق نجاحات كبيرة جدا وزي ما قلت لحدك شوفنا الكثير من الأزمات اللي جابها للدولة المصرية واضح أن فيه تقدير موقف كويس واضح أن فيه إدارة بتستند على وسائل وأدوات علمية وعصرية بتواجب واضح أن فيه عقليات اختلفت كل بنتحسب لأي شيء قبل إجراءات استباقية فبقول لحضرتك يعني لا الفكر تغير ودي مش مجاملة يعني احنا المواطن بيستشعر ده على أرض الواقع بالدولة بتتدخل ما بتسيبش المواطع بتقوله اذهب أنت ومشكلتك وقاتل أو عاني لا الدولة موجودة قبل المواطن ده شيء مهم جدا في السيول في أزمة كورونا الدولة الحمد لله يعني أبدعت في التعابل مع هذه الأزمة بتوفكير كافة الإمكانيات في الوعي اللي مرسه الإعلام المصر لده المواطن وخرجت الأمور الحمد لله يمكن من أفضل الدول في العالم حتى رئيس الدولة سيدة عبدالرزق يعني مبارح طبعا كان في جولة تفقدية للسيدة الرئيس دي عدد من المشروعات القومية دي كانت واحدة من عدد كبير من الجولات التفقدية اللي بيقوم بيها ما فيش أي زيارة أو تفقد أو وجود سيادة الرئيس مبارح لفت نظر أنه كان يوم الجمعة ويوم الأجازات فتحية وإجلال لسيادة الرئيس أنه رئيس لا يعرف الراحة ولا الأجازات بيواصل الليل بالنهار لبناء مصر واعتقد الشعب مدرك هذه الحق يعني خلينا أرجع لنقطتك الرئيس دايما بيشدد وبيجدد التأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة العاملين الماضيين وحتى في الافتتاحات دايما سيادة الرئيس بينهي كلامه وبينبه المواطنين وبضرورة التزام بالإجراءات الاحترازية وإحنا الحمد لله ماشيين كويس عايزين الدنيا تمشي أكثر نحو أنه نعبر هذه الجائحة بسلام في ظل عالم بيعاني جدا ومرتبك في التعامل مع أزمة كورونا لكن على المستوى العامل أنا شايف أن الدولة المصرية دولة مختلفة في تفكيرها الدولة مختلفة في إدارة الأزمات الدولة بتتخذ إجراءات الاستباقية بتحصد كل جهات التخصص الوزرات والمؤسسات بتعمل في منظومة واحدة وبشكل متناغم لمواجهة كل تحدي فكل ده بيبيلني أنا كمواطن مطمئن تماما لوجود دولة قوية وقادرة تستطيع أن تخفف عني أو توزيل عني معاناة أي أزمة أو طارق أو حدثية طيب زي ما حضرتك عارف أن انتخابات مجلس النواب سواء في مصر بقى أو في أي دولة أو أي انتخابات هي شأن داخلي لهذه الدولة تحديدا انتخابات مجلس النواب بعيدا عن أي انتخاب آخر ولكن اليوم الحقيقة أن مصر سمحت لعدد من المؤسسات الدولية وسائل الإعلام الدولية المنظمات الحقوقية أنها تكون موجودة على أرض الواقع لمتابعة أيضا هذه الانتخابات يعني خليني أقول بشكل أو بآخر تأكيد للعالم أجمع أن هذه الانتخابات تسير على قدم وصاق بمنتهى الشفافية وأن زيها شايف إزاي هذه الإجراءات يعني أنا قلت أحدك أن مصر ليس لديها شيء تخفيه مصر بتتعامل ككتاب مفتوح في قد كل المنظمات أو الدولية اللي بتتابع الانتخابات لها حرية التحرك حرية الدخول في إطار التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ودي جهة مستقلة يعني أعتقد كل التقارير اللي بتكتب على الانتخابات المصرية في الست سنوات الأخيرة بتدفع نحو أن مصر بالفعل بتجري انتخاباتها بأعلى درجات النزاهة والشفافية وبتتيح الفرصة كاملة أم سواء أمام المرشحين أو أمام الناخبين ليختاروا من يروا أن يمثلهم بشكل جيد وسائل إعلام المحلية وسائل إعلام الدولية يعني فعلا أنا آي للنهاردة في المقال الانتخابات المصرية على عينك يا عالم زي ما بقولك بالبلدي على عينك يا تاجر فما فيش بالفعل حاجة نخبيها كل المواطن البسيط ربنا يا خليق فبقول لحضرتك يعني أنا شايف حتى الطوابير مواطنين بسطاء فهذا الحس وهذا الإدراك وهذا الوعي اللي وصل للمواطن البسيط وحرصه على المشاركة والنزول أعتقد ده نجاح كبير جدا لمصر 30 يونيو نجاح كبير جدا للإعلام المصري وما سطره في ملحمة الوعي المصرية وبكرر أن الإعلام الواصن اللي هو المخزول الاستراتيجي والقوة اللي مصر بتستند عليها في حماية أم وعي مواطنيها وشعبها وخلينا نكرر أن معركة الوعي هي أهم معركة بنخدها وبالتالي دور الإعلام الوطني كلنا في مركب واحدة ولابد أن ندافع ونتخندق في ظهر هذا الوضع طيب خليني يمكن ننتقل لنقطة أخرى انتخابات مجلس النواب في الخارج على مدار ثلاث أيام ماضية كانت انتخابات مجلس النواب في الخارج المصري في عدد من الدول كان هناك متابعة مستمرة من وزارة الهجرة والمصريين في الخارج لهذه الانتخابات شفتها إزاي طبعا وفق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات والله يعني واضح الهيئة الوطنية للانتخابات تعاملت بالأمر بأعلى درجات التيسيرات يعني أنك تصوقت بالبريد ده نعم التيسير يعني خلينا نقول أننا بنواجه تحدي في دول ربما تشهد تفاقم الأزمة خاصة في أوروبا وبعض الدول جائحة كورونا لكن هذه التيسيرات أن المواطن المصري لم تحرم المواطن المصري رغم هذه الظروف وبالعكس خلقت له وسائل أكثر راحة وأكثر موضوعية محدش يقدر يخترق أو يمس صوته وإرادته في تأمين كامل لهذه المنظومة وبالتالي أعتقد المصريين في الخارج أكثر ارتباطا ببلدهم الآن حرصين على المشاركة بنشوف في زيارات سيادة الرئيس كيفية التفاف المواطنين المصريين حول سيادته والأمانة يعني سيادته دايما حريص للنزول ليهم والتواجد معهم وتوجيه التحية ليهم وكلهم يعني يمكننا على علاقة بين الغاية دلوقتي ونفسهم يبقوا متواجدين في وسائل الإعلام فما بلنا موجودين في الاستحقاقات الانتخابية والبرلمانية فكل ده بيعكس والدولة المصرية كمان في نقطة مهمة جدا أنه لا تسمح بالمساس بكرامة أي مصري موجود في أي جزء وتتحرك على الفور فده ما كانش للأمانة ما كانش موجود لكن المواطن المصري بيستشعر أن بالفعل مصري بتتغير مصر مختلفة عن كل العقود لديها من القوة القدرة أنها تحمي حق المواطن وتحمي كرامته سواء في الداخل أو في الخارج إيه للناس مستنية من انتخابات مجلس النواب عشرين عشرين سيد عبد الرئيس والله الناس مستنية إن شاء الله يعني كل جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة بتهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن أعتقد أننا كلنا مدركين أن الدولة المصرية بتواجه تحديات مختلفة على قدر هذه التحديات لابد أن نمارس مسؤولياتنا سواء كإعلام أو مجلس نواب أو مجلس شيوخ نفعل أو ننفذ مهامنا حتى زي بقول خارج السندوق بما يلبي احتياجات الدولة المصرية وتطورها وما تواجه من مخاطر وهدفنا في النهاية وعي المواطن المصري وتلبية احتياجاته وتحقيق تطلعاته وأماله في حياة كريمة كل ده هدف ومهم جدا في تحقيق عملية الوعي أن المواطن احنا شايفين منظومة التنمية والبناء بتشمل كل ربوع البلاد كل المحافظات وفي كل القطاعات وكل المجالات فأكد مرة تانية الواقع أقوى من أي وسائل إعلام في الدنيا أقوى من أي حاجة أنه ممكن تصل للمواطن فأحنا مستندين لواقع ومستندين أيضا لإعلام قوي ومسنودين أيضا لمخزون حضاري وستراتيجي وثقافي وتوعوي ووعي بلاد المواطن المصري قادر أن يجابه كل حملة الشر يمكن ذي الأهم أن الدولة المصرية مسنودة على الشعب المصري وعلى المواطن المصري اللي دايما هو خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم كنت ضيفي في هذا الوقت سيد عبد الرزق توفيق الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الجمهورية شكرا جزيلا لك يا فندم